أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضل بعضهم على بعض منهم من كلا والله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله مقتفر الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا وانفقوا مما ارزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نعوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات بالأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغين فمن يكفر بالطاوط يؤمن الله فقد استمسك بالعروة الوسطى لا فصام لها والله سميع عليم الله هو لجل الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النر والذين كفروا أولياؤهم الطاوط يخرجونهم من النر إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي أميت قال أنا أحيي أميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبست؟ قال لبست يوما وبعض يوم قال بل لبست مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك لنجعلك عية للناس وانظر إلى العظام كيف نمشسها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير قال فاخذ أربعة من الطير فاصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن يأتي لك الصعية وأعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سبلة مئة حبة والله يضعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا مننا ولا أذى لهم أجره معين من ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف مغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمعنى الأذاك الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمنوا بالله اليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه ترام وفاصرقوا أبنهم فتركه صلدة لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم مبتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة نصابها وابلهم فآتتك لها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيرود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأنا من بجري من تحت النار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر له ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبير الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغلظوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر أمركم الفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله باسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرهم كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تفوها وتؤتوها الفقراء فهو خيضر لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداكم لكن الله اهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغى وما تنفقوا من خير يوفي ليكم أنتم لا تظلمون للفقراء الذين حشروا في سبيل الله لا يستطيعوا رضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنية من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافى وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سروا وعلا نيتا فلهم مجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون الله كما يقوم الذي يتخطط الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاه موعدته من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا يربع الصدقات الله لا يحب كل كفار نثيم إن الذين أمروا عملوا الصالحات وأقوموا الصلاة وأدروا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين من اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا وأذروا بحرب من الله رسوله وإن تبتوا فلكم رؤوسا موالكم لا تظلمون لا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفقوا لرسل ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تدعينتم بدينه لا جريب مسمعا فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب ولن يكتب كما علمه الله فليكتب وليم للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخص منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيه النوضعي فلنه لا يستطيع أن يمله فليم لله بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين وفرجوا الامراتان ممن ترضار من الشهداء ينفذوا لحدهما فتذكر لحدهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دغوا ولا تستموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا لأجله ذلكم أقسط عند الله وأقوموا للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة أن تديرونها بينكم فليس عليكم جناح فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا وأشهدوا إذا تباجعتم لا يضار وكاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق لكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فلهانه مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فالذي الذي ائتم من معنطه ولتغ الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يدتمها فإنه واثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات ما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم وتخفو حاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنسل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا بغفر لك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرعا كما أحملته والذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا توقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مشدقا لما بين يديه أنزل الطولات والإنجيل من قبله دل للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذابهم شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليك شيء في العدلاء بالسماء هو الذي يصوركم في الأرحاب كيف شاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون أمان به كلهم من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تذل قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليعمل لا ريب فيه إن الله لا يقفر منه عاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم مالكم لا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقودوا كذب علي فران الذين من قبل مكذبوا بآياتنا فاخذوا الله بذنوبهم الله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم ربنا مبيس المهاد قد كان لكم عادة في فئتين التقطة فئة تقاتل في سبيل الله أخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زيد للناس حب الشخوات من النساء والبريد القراصي والمطرة من الذهب والفضة والخيد المسوبة والنعام والحسن ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده وحسن المآب قل أأنبئكم خيرين من ذلك والذين اتقوا عند ربهم جنات ومجري من تحت الأنهار خالدين فيها من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزاجهم متخرة ورضانهم من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا أماننا فغفل لنا ذنوبنا وقل عذاب النار الصابدين الصادقين القواندين والمنفقين والمستغفدين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكات وأولو العلم قائما بالقسطة لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين وطل الكتاب إلا من بعد ما جاهم العلم بغيان بينهم ومن يكفر بآيات الله وإن الله صريح الحساب فإن حاجك فقل أسلمت ودهد الله ومن اتبعا وقل للذين وطل الكتاب الأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتد وإن تولى فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين كفرون بآيات الله يقضلون النبيين بغير الحق ويقضلون الذين أمرون بالقسط من الناس لبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى أكتاب الله ليحكم عيدهم ثم طل فريقهم منهم هم معجزون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفطرون فكيف ذا جمعناه اليوم لا ريب فيه وغفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم معنك الملك تؤدي الملك من تشاء وتنسع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتهد المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تبتغوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه إلى الله المصير قل إن تخفو ما في صدورك وتبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفسه ما عملت من خيرهم محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها بينه ومدى معيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوفهم العباد قل إنكم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله غفل لكم ذروبك والله رفوذ الرحيم قل لطيع الله والرسول فإن تولأ فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفاء آدم نوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية معدها من بعد والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نزغت لك ما في بطن محررا فتقبل مني إنك بس سميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنسا والله أعلم بما وضعت وليس ذكرك للأنسا وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك ذريدها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأن بدخل نبات حسن وقف لها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحرابة عندها رسحا قال يا مريم أنلك هذا قالت إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدانك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة هو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحياء وصدقان بكلمتين من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين قال رب أن ما يكون لي غلام وقد بلغني الكبر امرات عاقد قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب جعل لي آية قال آياتك لله تكلمى أننا ستلاثة أيام من الله ونزى واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكاء وإذ قالت الملائكة يا مرجب إن الله اصطفاك وطهرك اصطفاك على نساء العالمين يا مريم قنطي لربك واسجدي وارقعي مع الراقعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلابهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشر بكلمتي من حسن المسيح وعيز ابن مريم وديها في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكانه من الصالحين قالت ربي أن لا يكون لي ولد ولم يمسس لي بشر قال كذلك لا يخلق ما يشاء إذا قضى أمراه فإنما يقول لأخوكم فيكون ويعلمه الكتاب الحكمة التوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بعيدة من ربكم أني يخلق لكم من الطين كحية الطير فأنظف فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ لكمها والأبرص وحي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأخرون وما تدخلون في بيوتكم إن في ذلك لا يتلك منكم كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يديه من التوراة بحلمكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآياتهم من ربكم فاتقوا الله واطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما حس عيسى منهم القفر قال من أنصار إلى الله قال الحواليون رحناه وصار الله آمان بالله أشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أعزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني مطفق رافعك إلي مطهدك من الذين كفروا وجاعد الذين اتبعوا وكفروا الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكو بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا سديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من عصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفي مجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نطلق عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مسرعيس عند الله كمسر آدم خلقه من طراب ثم قاد له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى رجعوا أبناءنا وأبناءكم وأبناءكم ونساءنا ونساءكم عن نفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليمهم بمسطدين قل يا هذا الكتاب تعالى إلى كلمة سبائم بيننا بينكم لا نعبد لله ولا نشغ به شيئا ولا أتخذ بعضنا بعضنا عربابا من هدون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أمزلت التوراة الإنجيل لا من بعد هي فلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاجزتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليست لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم هدية ولا رصانية ولكن كان حنيفا المسلمان وما كان ابن المشركين إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودى الطائفة من أحد الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق للباطل وتكتموا ذا الحق أنتم تعلمون وقال الطائفة من أحد الكتاب أمن وبالذين سرعة الذين آمنوا وجهنها يخفروا أخرفوا لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لما أتبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحدهم مثل ما أوتيتم ويحاجوكم عين ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله بالفضل العظيم ومن أهل الكتاب من يند أمنه بقيم طري يؤده إليك ومنهم من يند أمنه بدينا لله يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولوا رعب الله الكذرهم يعلمون بلى من أوفى بعهده يتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين اشتروا بعهد الله وأيمانهم ثمن قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخر ولا يكلمهم الله ولا ينزل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقين يلبود ألثرتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب الله هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون رعب الله الكذرهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتىوا الله الكتاب والعطم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذ الملائكة والنبيين ربانا أيأمركم من الكفر بعض أنتم مسلمون وإذا خذ الله ميتاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول وصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرون قال آخرتم وآخرتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين فما تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله أبغون ولهو أستمعهم في السماوات والأرض ما في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمن بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم إسماعي لإسحاق يعقب الأسباط ما هو تموسى وعيسى والنبي من ربهم لا نفرق بين أحدهم منه نحن له مسلمون ومن يبدأ غير الاستامدين فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهد الله قالوا أن كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حقه وجاءكم والبينات الله لا يهد القوم الظالمين أولئك جساهم أن عليهم يعنى الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن الله غفوظ الرحيم إن الذين يكفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا وغفروا لأنه قبل توبتهم أولئك هم الضالون إن الذين يكفروا وماتوا ومغفروا فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولا يفتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين صدق الله العوين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر